كل ساعة كل اسبوع جيبا نزلكه حالة نازلة 60 كيلو 70 80 اللي ربنا بيقدرنا عليه بحسن قلنا التوجيه وحسن الإرشاد وحسن التعليم وحسن المصدقية في التعامل معاك وانتي بالنتاج اللي انتي بيجي بيها بالتزامك وإرادتك وعزمتك فهي الموضوع عبارة عن سمودة توجيه ناجح قلنا واستقبال ناجح للضايق والالتزام بينفخ الدواز فمعنا صورة الكريم أحمد كريم أنا بص ده كريم نازل كان وزنه فوق 150 النهاردة على المزان تقريبا 98 يعني نازل حوالي 53 كيلو 54 كيلو في نقطة برضو اللي بقولها في ثقة في خلال أحوالي 5 شهور يعني ما بقولش والله ده نازل معي في سنة يعني حتى الجراحات ما بيجيبش هذه الأوزان خالص في الفترة أو ريالة فالفكرة بص ده عايزة أبص عليها للصورة تانية معلش عايزة نقط بس التعابير الوش شوف الفرق يا جماعة من الكآبة اللي موجودة في الوزن الكتير المكان كريم وزنه فوق 150 كيلو الكآبة والحزن والألم حتى مش عايز يودي وشه للكاميرا يعني زي ما بتقول ايه متضرر من الصورة اللي بتصور بيها وده بتبقى حالة نفسية انعكاس طبيعي على الألم اللي حاس بيجوه شوف الابتسامة فيه هو ميجي خاص هما وصل حوالي 98 كيلو أو 97 كيلو الموضوع بتغير وده نجاح الضايد بقى نجاح المنظومة القفص أو القبر اللي بنطلع منه إزاي نجيب نتاج إيجابية من غير مضعفات من غير مشاكل إزاي ما بترجعيش الانتخاذ ساعب بعيد تماما عن الكلام الدارج أصحرك ضعيف سنة كلاسة أصلا انت هيطقي يا بابا إنت بقى لك سين عندك الدون دي عمران خلاص بحصلها النوع مع نوع التكلس والتصلب والتحجر مش هتخس أو ممكن يخس إن شاء الله أول اسبوعين ثلاثة كيه معاي دكتور وبعكيه جسمه بيزبط إحنا قصة نجحة أنا أقول أكتر من فوق الخمسين كيلو ماكملش خمس شهور فهي بتبقى يعني نوع نوع السعادة الشيئة جدا لهذا الشخص تغيير حياته أسلوب حياته الصحة الأفضل الابتسامة اللي موجود على وجه البشاشة اللي موجود على وشه الإحساس بالرضى ده اللي أنا عايز أقوله يعني بدون مبلغة يعني مش موضوع أمراض يعني برضو هي طبعا إنه هو أحميم من أمراض شر بليت السمنة بالضغط والسكر والكروسترول والشرايين والأفضل يعني ممكن أول هذا كريم ممكن يعطوا لحياته ويطلع من عند الدكتور خالد دكتور الباطني على دكتور بيش عايف مين على دكتور بتاع السكر يطلع على دكتور بتاع الكروسترول على دكتور بتاع مشاكل بتاع دكتور العظام على دكتور بتاع الدهون اللي على الكبد يعني حياته كلها وإحلسين حياته يعيش في هذه البوطاقة من الأمراض والمشاكل الصحية معايا لا طب ليه هي الموضوع سهل وبسيط وسالس جدا وانت ما بتلاقي معدلات كل اسبوع بتفقدي وزن او هو يفقد وزن كل اسبوع بتاتة اربعة كيلو من غير مضاعفات ولا وش بيتأثر ولا بشرة ولا هبوط بيكمد يعني فيش مجال حتى للإستسلام او التراجع يعني فربنا يستحلكم يا رب ويديكوكو افضل صحة يا رب يعني